وإلى شبوى حيث افتتح المين العام للمجلس المحلي بمحافظة شبوى عبد الربوهشلاء المرحلة الأولى من مشروع مجمع الحزم التجاري بمدينة عتق بتكلفة استثمارية تقدر بأكثر من مليون دولار ويضم المجمع التجاري فندقا يضم عدد من الغرف الأجنحة موزعة على ثلاثة أدوار بالإضافة إلى مرافق للتسوق والخدمات العامة ومحطة نموذجية للوقود ومركز لخدمة السيارات وخلال الافتتاح شار للمين العام بمبادرة المستثمر بإقامة هذا المشروع السياحي مؤكدا بأنه يمثل نقلة نوعية في المنشآت والخدمات التجارية والسياحية بالمحافظة